أكد سامح شوكري وزير الخارجية رئيس الدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أن ما تحقق خلال مؤتمر كوب 27 يبرهن على جدوى وفعالية العمل متعدد الأطراف وفي كلمة مسجلة خلال الجلسة الخاصة بالعمل المناخي للمؤتمر الوزري لمجموعة السبع والسبعين والصين المنعقد في نيورك أوضح شوكري أن الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 حرصت على خروجه بنتائج ملموسة ومتوازنة بالرغم مما يشهد السياق الدولي الحالي من تحديات جمع على العديد من المستويات وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين فضلا عن تدعيات جائحة كورونا هذا واستعرض شوكري خلال كلماته ما تمخذ عنه مؤتمر كوب 27 من نتائج ومخرجات تعزز من عمل المناخ الدولي وعلى رأسها خطط الشرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ فضلا عن إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وذلك للمرة الأولى إلى جانب تعزيز الجهود الدولية للتكيف مع تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر